أسعد الله وأوقاتكم أصدقائي بكل خير درس اليوم هو جمع الأعداد الصحيحة أديرين غانسة تسالين يمكن لنا توضيح إضافة الأعداد الصحيحة على محور الأعداد وهذا سوف نراه في الأمثلة من خلال هذا الدرس اكتب لنا تعليقاتكم وملاحظاتكم بالأسفل واشتركوا بالقناة يصيلكم كل جديد أدتشون في أغانسة تسالين أديرين غانسة تسالين أديرين بطرقين بيضة زماندين ومع الأعداد الصحيحة على محور الأعداد الصحيحة لهم إشارتان متشابهتان إما مجيبان أو صالبان أجمع العددان جمعا عاديا وأعطيهم الإشارة التي يحملانها سواء كانت موجبة أو صالبة يعني زائد أربعة زائد زائد خمسة سوما نضع إشارت صالب لناتش أدتشون في أغانسة تسالين بي مع أغانسة تسالين بيضة زماندين ومع أغانسة تسالين بيضة زماندين يعني الأربعة وإثنان لهم إشارتان مختلفتان أربعة لها إشارة سالبة وهي الأكبر نقوم بالطرح عادي أربعة ناقص إثنان أتجواب إثنان سوما نضع إشارت الأكبر وهو أربعة إذن الجواب ناقص إثنان بيشبه يعني زائد أربعة زائد ناقص إثنان نقوم بالطرح عادي أيضا أربعة ناقص إثنان أتج إثنان نضع إشارت الأكبر وهو الأربعة إذن إشارت موجب أتج زائد إثنان كموتاتيب جزيز وإثنان أسسياتيب جزيز يلتون أيضا لإثنان جزيز يعني يمكن هنا أيضا في جمع الأداد الصحيحة استخدام قوانين الجمع التجميعي و التبدلي راجعوا أصدقائي الدرس سبع حول هذا المرضو بيشبيل بيشبيل 1 بيشبيل أصدقائي بيشبيل أصدقائي وإنكلاحك إثنان يعني المطلوب من هذا التمرين جمع هذه العبارات وإعطاء قيمة الجمع ومن ثم شرح لعملية الجمع لزون أ بيشبيل أصدقائي أيضا أدت من إيرابتراجه 8 بلوس 15 يست 33 يعني الحل لكل طرفي الجمع إشارة سالبة وبالتالي نقوم بعملية أولا عملية جمع عادي نجمع بيشبيل أصدقائي إذن في العملية هنا يوجد إشارتان مختلفتان للعددان ولكن الطرف الجمع الثاني هو صاحب الإشارة السالبة وهو العدد الأكبر نقوم هنا بيشبيل أصدقائي من هو العدد الأكبر هنا 16 إشارته سالبة بيشبيل أصدقائي بيشبيل أصدقائي بيشبيل أصدقائي بيشبيل أصدقائي بيشبيل أصدقائي بيشبيل أصدقائي يعني إذا أردنا توضيح ذلك على محور الأعداد عندما نقوم بإضافة عدد إلى عدد نقوم بالانتقال بمقدار هذا العدد نحو اليمين فهنا نحن نضيف ثمانية إذا سوف ننتقل ثمانية خطوات نحو اليمين نحن نقف هنا على العدد ستة ونضيف ثمانية لهذا العدد نمشي ثمانية خطوات نحو اليمين فنصل إلى زائد أربعة عشر وهو ناتج الجمع هنا أيضا نضيف ثمانية إذن أيضا ننتقل نحو اليمين بعدد بمقدار ثمانية ولكن هنا البداية من ناقص ستة إذن البداية ناقص ستة أمشي إلى اليمين ثمانية خطوات إذن في هذه الحالة أنا عندما أضيف عدد سالب يجب أن أنتقل على محور الأعداد نحو اليسار إذن البداية من ستة أمشي إلى اليسار أنتقل إلى اليسار ثمانية خطوات وحتى أصل إلى ناقص إثنان وهو ناتج الجمع إذن البداية ستة زائد ناقص ثمانية وبالتالي الناتج ناقص إثنان دي مينوس زكس بلوس مينوس آخت إيس مينوس فيرتسين يعني ناقص ستة زائد ناقص ثمانية الناتج ناقص أربعة عشر على محور الأعداد أيضا أبدأ من ناقص ستة هنا وعندما أضيف عدد سالب أي بالتالي يجب أن أمشي على محور الأعداد نحو اليسار بمقدار هذا العدد أي ثمانية والناتج ناقص أربعة عشر أيها الأصدقاء والعزاء وصلنا إلى نهاية درس اليوم وحتى نلتقي في درس قادم دمتم بخير اشتركوا في القناة